بمعنى أن أوروبا لما كان في الظلامي المسيحي تطبق عليها أيضاً أوروبا عانت من محاكم التفتيش أيضاً أوروبا عانت من الصراعات المذهبية بين المذهبين الكبيرين الكاثوليكي والبرسونتي كانت معارك طائفية كانت مجازر لماذا ظهر التنوير في القرن الثامن عشر أنا أقفز من القرن الثالث عشر إلى الثامن عشر الذي هو السمراري للنهضة لماذا ظهر التنوير في أوروبا؟ ظهر لتلبيط حاجة مالسة وهي إيجاد علاج للمجازر المذهبية والطائفية في أوروبا مثلاً مجدد سانت بورتاليبي مثلاً مجازر أخرى كثيرة الحروب المذهبية هي التي دفعت فلاسفة أوروبا إلى تبالورة فهم جديد للتراث المسيحي ونحن الآن أيضاً نعاني من حروب مذهبية ونعاني من تطرف ونعاني من ظلاميات وبالتالي هناك تشابه ما بين الحالة الأوروبية قبل قرنين أو ثلاثة والحالة الإسلامية أو العربية الآن هناك تشابه هناك وإلا أنا من هذه الناحية أستفيد من تجربة فولتير جانجا كروستو ديدرو كونت هؤلاء بالنسبة لمنارات أستفيد كثيراً لأنهم نوروا شعوبهم أخرجوهم من حال الفهم الطائفي للدين إلى الفهم التنويري للدين من حالة الفهم التكفيري للدين كانوا يكفرون بعضهم البعض الكاسوليكي يكفر البرسانتي البرسانتي يكفر الكاسوليك رغم أنه كلهم مسيحيين فهناك تشابه مع الوضع العربي الراهن لأن هناك أيضاً تكفير بين المزاهب الإسلامية ونحن نحب أن نتجاوزها وأنا أشيد بهذه المناسبة بوسيقة الأخوة الإنسانية التي صدرت في أبو الظبي ووسيقة مكة المكرمة التي ظهرت في المملكة العربية السعودية يعني هناك محاولات للخروج من الإنغلاق اللاهوتي من التكفير الديني للآخرين هذه المبادرات قيمة وينبغي أن نشكرها نشكر القائمين عليها سواء في أبو الظبي أو في مكة المكرمة هذه المبادرات تمشي في اتجاه في رأيه في اتجاه حركة التاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر